مجلس النواب في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وأكدت معاليها تطلع مجلس النواب البحريني لتبادل اللقاءات والاجتماعات على مستوى الأعضاء والأمانة العامة مع مجلس النواب البلجيكي وتفعيل اللجان الصداقة البرلمانية المشتركة بين الجانبين مشيرة معاليها إلى حرص مجلس النواب لتعزيز التعاون مع البرلمان الأوروبي وبيان منجزات الملف الحقوقي في مملكة البحرين وما تحقق من مبادرات ومشاريع وإجراءات وتشريعات حضارية رائدة وأهمية التواصل مع السلطة التشريعية وممثلية الشعب لتوضيح أي معلومات ومغالطات والتي تهدف إلى تعطيل مسارات التعاون والتطوير والتنمية والارتقاء بمجال حقوق الإنسان